نهارده هدف النادي الاهلي سجلها محمد شريف في الديئة 5 وافشة اضاف هدفين في الديئتين 7 والديئة 13 واحمد الصغيري سجل هدف فرقه الوحيد في الديئة 17 وهدف الاهلي الرابع جه عن طريق حسين الشحات في الديئة 87 نهارده مبسوط لعودة محمد مجدي افشة المستوى الطريقة 4-2-3-1 ترجع افشة المستوى على طول فكرة صنع الالعاب ميقودش يلعب جناح ولعبش لعب تالت فوسط الملعب كلاعب رقم 8 تخلي محمد مجدي افشة يظهر بمستوى الطبيعة بس مطالب محمد مجدي افشة انه يقدر يتأقلم مع اي طريقة لعب عشان يبقى ليه مكانة في الاهلي وليه مكانة طبعا في منتخب مصر محمد شريف كمان عودته للتهديف مفيدة جدا للنادي الاهلي واكيد مفيدة لمنتخب مصر في المستقبل هو مهاجم كبير ومهاجم مميز كان الفترة اللي فاتت عنده حالة من انعدام السقة ترجع له النهاردة بهذا الهدف ويبقى موفق في الفترات اللي جاية ترجمة نانسي قنقر